أولى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله القطاع التجاري والاستثماري أولاه عناية خاصة واهتماما كبيرا وذلك من خلال تلمس أحوال هذا القطاع الهام واحتياجاته وتتبع كل تطوراته حتى باتت المملكة البوابة الرئيسية لقاعدة التشريعات الجاذبة للاستثمارات التجارية سجل فقيد الوطن المليء بالإنجازات وثق ملامح رؤيته الحكيمة في تنمية التعاون البحريني العالمي وبخاصة في الجوانب التجارية والاستثمارية عبر تشجيع الوفود الاقتصادية على إقامة المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون على مستوى رجال الأعمال خاصة في ظل الأرضية المهيئة لهذا التعاون تلك الفلسفة الجديدة التي أوجد رحمه الله أوجهها الخاصة وأرسى دعائمها في مملكة البحرين كان فقيد الوطن دائما وأبدا ما يؤكد على ضرورة أن تحمل الوفود التجارية رسالة لأصحاب القرار في دولها بأن مملكة البحرين تبحث عن مزيد من التعاون والترابط اقتصاديا وتنمويا ولا طالما شدد سموه رحمه الله على أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري وإقابة المشاريع المشتركة بين الدول ومواصلة المساعي لتعميق العلاقات الاقتصادية كان فقيد الوطن في كل لقاء يؤكد بأن تبادل الوفود الاقتصادية سيسهم في خلق الأجواء التي تعزز القطاع التجاري والاستثباري بوتيرة أسرع ويخلق قاعدة من التشريعات التي تدعم تحويل البحرين إلى بيئة جاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم نظرة الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله الطموحة والثاقبة قادت حكومة صاحب الجلال الملك المفدى نحو انتعاش اقتصادي كبير مما ساهم في إيجاد كيان تجاري قوي ليس له سقف معين من التعاون وذلك بفضل نهج التواصل مع العالم الذي حرص عليه فقيد الوطن حتى باتت المملكة محطة التقاء الاستثمارات والأفكار المبتكرة على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر